لم تكد هذه المقاتلات الأوكرانية تغادر سماء مناطق متفريقة في روسيا حتى تعود مرة أخرى لتحوم في محيط مقرات حساسة وستراتيجية في العمق الروسي في تصعيد مكثف وغير مسبوق بدأته كييف منذ أشهر هجمات أوكرانية لم تقتصر على موسكو ومحيطها بل طالت شبه جزيرة القرم تصدت لها الدفاعات الجوية الروسية ودمرت عشرين طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت هناك دون أن يسفر ذلك عن حدوث إصابات أو أضرار تصعيد ردت عليه موسكو بقصف مكثف نال تسعة مقاطعات قدرت وزارة الدفاع الأوكرانية عدد الهجمات فيه بإحدى وثلاثين هجمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأسفرت عن وقوع قتل وجرحة خاصة في منطقة دونتسك وأمام ذلك قررت الإدارة العسكرية في خارج كييف إجلاء قرابة 12 ألف من سكان المنطقة في أقصى شرق المقاطعة من جانبه عزز الجيش الروسي من جديد مواقع شمال شرق أوكرانيا ما ينظر باجتداد الهجمة خلال الساعات المقبلة وفي غضون ذلك وفي إطار دعم خطة إمداد كييف عسكريا سلم الاتحاد الأوروبي 224 ألف قذيفة لكييف في إطار الجزء الأول من خطة إمدادها بمليون قذيفة دفاعية نسرين حامدي طيرة عربي